هذا الفيديو بصلاة على نبينا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا النهار سنقدم لكم واحد ميني باقيت مع عمرين يعني محشوين لداخل بأي حشوة تقدروا تعمرهم بواحد العجينة اللي قطنية وجيد سهلة ومكونات جيد بساط ابقوا معايا البنات للأخر الفيديو باش تعرفوا على الطريقة والمقادير لماذا ما مشتركش معايا في القناة نتمنى منكم أخوتي تشاركوا وتفعلوا الجرس وخليوا لي تعليق واعجاب هنا عندي 500 قرم طحين عندي ربع كاس نتاع الزيت كاس ضانون بيضة وحدة عندي واحد الخمارة كيموية قبيص هذا الملح وشوية نتاع الزبدة وواحد معلقة كبيرة نتاع الخل هنا غادي ناخدو ضانون عفوان جوج خمارات كيموية جوج ومعلقة نتاع السكر هادي ناخدو ضانون غادي نخلي لكم مقادير مكتوبين في صندق الوصف هادي نزيدو عليها البيضة ونضيفو السكر والملح والزيت والمعلقة نتاع الخل هي اللي كتخلي ديك العجينة جيطرية وهي الشيشة كنخلطه البناتغي هكا بوحدة درابية داوي هنا غادي نضيف الزبدة تكت خلطنا مع المقادير السابقة وغادي نولي نزيد نضيف دقيق بالتدريج يعني بطبيعة الحال يعني الدقيق الممتاز بعد مما غرب لناه هنايا خميرة الكيموية 8 جرام هادي نضيفو جوج خمارات كيموية في نصف كيلو نتاع الدقيق كما كتشوفوا البناتب هات الطريقة هادي العجينة يعني تقدروا تقديروها بزاف نتاع المخبوزات نستمرو نضيفو الطقيق شوية بشوية بعد ما تجمع العجينة ديالي نوضعها في واحد الكيس بلاستيكي ترتاح واحد شوية ونفوتو للحشوة هنا الحشوة كتبقى اختيارية كل واحد وشنو عنده اللي بغى يعمرها بالكفتال اللي بغى يعمرها بلاداد اللي بغى يعمرها ببتجاج بالطون يعني كتبقى اختياري هنا يعندي البصلاء ومطيشاء مقطعها كدواور يعني غدي غين صهدوهم وعندي الفرماج هادا نتعلي صندويتش هادا المربع غدي ناخد الزيتون الاخضر والزيتون الاسود هادو التزين هنا يعندي واحد لاسوس اللي مخلطة لاسوس غوز مخلطة بين الكاتشوب والمايونيز واللي سوس بطبيعة الحال كتبقى اختياري يعني دبكين التنوع الفلي سوس يعني اي سوس كيحبوها ولادكم ولا كتحبوها انتوما تقدروا تديروها في هادا في هادا في هادا في هاد لي سندويتش هنا كما كتشوفوا البنات المطيش اقطعنا هاد واور يعني غدي نصهدوها غيف شوية تزيز مع شوية الملحة و شوية لي بزار غي كتسهد مشي حتى كتب كتسهد سوس بزار بزارة سوف نضيفها يعني بقشة درسها منحيث اصلا لسندويتش غادي يكمله الطياب في الفوق او في الفران قشرة تتحايدها في المقلرة نضع البصلة يجب أن تستغنو عليها يعني تقدروا تديروا بأي حشوة كما قد لكم على حسب الاختيار ديالكم هنا بنتكن سهدوها غي شوية هي ربنيكات كل بصلة لبنت الداخل في لصن دويتش مبلعا راه الدرالي الصغار هنا يأخذت الدجاج شوية الملحة شوية اللي بزار وكما قلت لكم بغيتوا تديروا الكفتة بغيتوا تديروا لاداند بغيتوا تديروا الصوسيس بغيتوا يعني أي حاجة توفرها لكم فضاء هنا هي بنات العطرية حتى وما يبقوا اختيارين نضرب شوية الكامون شوية كنجبير شوية ديال بودرة ديال التوم ما كانتش عادتكم بودرة ديال التوم حكوغي واحد الراس متاع واحد سنيني في متاع التومة شوية ديال التومة سوف نشحر البنات هاد الدجاج اللي عندي انا كان عندي مكونجلي هنا غدي نزيد معي القنت على مطارد اللي كي يعطي لها واحد الماداق اللي رائع نستمروا البنات حتى نحسوا باللحم ديالنا او الدجاج ديالنا صافي طاو تخلط طياب هذا كما كتشوفوا هنا البنات صافي وكنت فيو عليه وكنخليوه الجانب أنا قد نرجعوا اللي عجينة ديالنا من بعد مرتاحات والحوشو ديالنا وجدة سوف نتبارك الله هراه قاع لبنات وقاع نسارهم كيعرفوا الطريقة باش يقسموا العجينة هنا غدي ندير كويرات يعني على حسب انتوما الحجم الباقيت اللي ركو بغي نديروه يعني كالي كي بغي ديروه صغير كالي كي بغي ديروه مويان كالي كي بغي ديروه كبير يعني كل واحد على حسب كما قد نديروهم حتى على شكل هامبورجر يعني شكل دائري ما بتوش ديروهما كطوال هادي تديهم على شكل دائري ها البنات كنفوتوا ندي ونهزوا الكورة اللولى اللي اللي صوبنا كنتلقوها كما كنتشوفو رها كنتتطلق واحد سلاسة يعني واحد العجينة اللي كتجي رائعة غدي تجربوها البنات وغدي تحكمو كنحاولو نديروها شوية هكا مستطيلة أو أوبال شوية طويلة باش نشكلو داك الشكل انتعلي باقيت نحاولو ما نرقوش بزاف باش ما ترتقناش العجينة في الفران وتخرج لنا الحوشوة منها منه باقدات باقدة ونصدق باقدة هنالك كاتشب و مايونيز و لا يبقى لكم الاختيارة كي ننته نوع في اللصص يعني سوف تبقى الله السوق في اللصص وحتى الابنات والنساء راهم يعرفوا يصابوا هذا اللصص سوف نأخذ هذا الفرمج نتع الصندويتش سوف نوضعه على هذا الشكل نقسمه على جوج ونوضعه على هذا الشكل وغادي نأخذ الحشوة اللي ننتع للحم او الكفتاء او الدجاج او لادان يعني اللي غادي تعمره به كتوضعوه على هذا الشكل فوق الفرمج كناخدو مطاشا هنا بغيتوا تديروا الكورنيشون بغيتوا يعني انا عندكم الاختيار في الحشوة هنا كناخد البصلة الدواور هما كنوضعهم فوق الطماطم يعني كيعطي واحد الوقو بين ذيك الحموضان المطاشا وذيك الحلوان البصلة وذوك اللي سوس يعني واحد الماداق اللي رائع هنا كنوضعوه الزيتون سوف يمكن بدي نسد البغيت ديالي او البطو ديالنا يعني على شكل بطو على شكل قارب بهذا الشكل كنسدوا العجينة مزيان باش ما تخرجناش الحوشوة نستمر البنات في الحجينة نكملها كاملة كنسدوا وهذا الجهة اللي سدينا منها بطبيعة الحال كننردوها التحت كما كتشوفوا البنات على هات الشكل هنا كناخدوا واحد الكوردون وكنتقبوا العجينة ديالنا باش ما تنفخناش في الفران وما ترتقش الفران بطبيعة الحال سخون وكما كنقولكم دائما الفران كيبقى على حسب كل وحدة كيفاش تستعمل الفران ديالها هنه يا غغدي ندهنو اللي باكت ديالنا خديت واحد اصفار بيضا كنت دهنو بيه الوجه ديال الميني باقيت باش كتعطينا دي كل ما معه مكي اللي كي بغي دير حتى السوجة مع البيض انا احنا يا ما فضلتش ندير السوجة يعني كتا فيه تغيب اصفر بيضة وغادي ناخد الفرماج محكوك غادي نوضعه من الفوق وتزين كي بقى اختياري يعني كل واحد بغيتوا تزينوهم بجنجلان بغيتوا تزينوهم بزرارع بغيتوا يعني كي بقى الاختيار يعني كل واحد والاختيار دياله التزين ما غادي ناخد شيات الزعتر حتى هو كي يعطي نكه اللي زوينة وزيتون الاسود غادي ناخد الفلفل احمر والاخضر دواور اصفار غير تزينو ممكن ما قلت لكم كي بقى اختياري تزينو اي حاجة كي تبقى اختياري على حسب اللي متوفر لكل سيدا في البيض ديالها غادي ندخل لهم الفران ونتلقوا مع الشكل النهائي شوفوا البناتكي جاو جاو واحد الشكل رائع وبواحد العجينة اللي قطنية ورطبة وحشوة اللي جد سهلة وما داق يعني غاي صلاح لكم اللي الوليدات اللي كي يدول غدار المدرسة يصلاح لكم هاكا القوتيف العشية للعشاب عشي حريرة ولا شي سوب ولا نتمنى البنات الوصفة ديالنا تكون هاد نهار نات الاعجاب ديالكم ما تبخلوش علينا بلايك وباشتراك وفضلا وليس امرا نتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم الى اللقاء في اسفر القديمة ان شاء الله